تشهد الاستثمارات الأجنبية في الجزائر تطورا ملحوظا مدعوما بإصلاحات قانونية تهدفه إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب المستثمرين التفاصيل مع شيماء بن حريكة انطلاق مشروع بلدنا مع قطر ثم مشروع إنتاج الحبوب مع إيطاليا أكد أن مناخ الاستثمار في الجزائر لم يعد كما كان والانفتاح على الشراكة مع الأجانب أصبح واقعا وليس مجرد كلام في هذا السياق وصل عدد المشاريع الأجنبية التي سجلتها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لحد الساعة أزيد من 113 مشروعا منها 43 استثمار أجنبي مباشر و70 مشروعا بالشراكة مع أجانب كما تم تسجيل 22 طلبا للحصول على العقار من طرف مستثمرين أجانب دول كثيرة تسعى لرفع قيمة استثماراتها بالجزائر على غرار تركيا التي أصبحت المستثمرة الأجنبية الأول في الجزائر خارج قطع المحروقات بـ 170 شركة وقيمة استثمارات تصل إلى 6 مليار دولار أمريكي وتسعى لرفعها إلى 10 مليار دولار المنتدى التركي الجزائري للاستثمار هو مهم جدا من أجل تعزيز تبادلات التجارية بين البلدين وهي تفوق 6 مليار دولار إذن الهدف الأول هو زيادة تبادلات التجارية للوصول إلى أكثر من 10 مليار دولار وكذلك زيادة وتعزيز الاستثمارات التركية هنا في الجزائر نعرف أن هناك أكثر من 1700 شركة تركية تنشوت وتستثمار في الجزائر وكذلك شركة تركية أنجزت العديد من الاستثمارات إذن نريد كذلك تعزيز الاستثمار المباشر التركي الشراكة بين الجزائر وجمهورية كوريا هي اليوم تسير نحو أفق واعدة خاصة في مجال التكنولوجيا والصناعات الإلكترونية حيث وصل معدل المبادلة التجارية بين البلدين نحو 3.4 مليار دولار سنة 2023 رقم مرشح للارتفاع مع عودة الشركة الكورية الجنوبية العاملة في صناعة السيارات إلى البلاد بالنسبة للشراكة الجزائرية وكوريا الجنوبية تعتبر أولا شراكة استراتيجية هذه حد الأولى نقدر قول جزائر من الدولة الوحيدة لعند شراكة استراتيجية في إفريقيا مع كوريا الجنوبية الحاجة الثانية لاحظنا أن الشراكة الموجودة بين الجزائر وكوريا الجنوبية تقريبا في أهم القطاعات كانت أولا قطاع الطاقة كذلك كانت هي قطاع تكنولوجيا تكنولوجيات وكذلك قطاع تمشاءات القاعدية ذو كعرفت كوريا من خلال مشاريع كبرى في الجزائر وكان غلاف المالي خاصة في التبادل التجاري اللي يلحق حتى 3.4 مليار دولار المشاريع الأجنبية في الجزائر عنصر حاسم في مسار التنمية الاقتصادية حيث تلعب دورا هاما في تنوية الاقتصاد وبناء شراكة استراتيجية مع الدول الرائدة ومع تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر وحل العقبات القائمة يمكن أن تصبح الجزائر مركزا إقليميا لجذب الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا